أصدقائي متابعي قناة الكرة الزهبية من القلب مبروك عشاق عفرين المارد الأخضر تأهلهم لدورة الممتاز السوري مبروك العشاق النواعير تأهلهم للدرجة الممتاز دورة السوري في هذا الفيديو رح نحكي عن نتائج المباريات ذهب وياب المبارتين اللي جمعت عفرين المحافظة نواعير المجد رح نحكي النتائج كيف صارت من سجل الأهداف تابعونا لأخر الفيديو كل ما نبلش بأهم التفاصيل والنتائج بحب تشكركم على دعمكم دائم للقناة بطلب منكم دعم أكتر تفعيل زر جرس سنوصلكم كل شي جديد من قناتنا وتشاركوا الفيديو لأصدقاء مش هنوصل لأكبر عدد ممكن عشاق الرياضة وعشاق الدورة السوري خلينا نبلش مباراة عفرين والمحافظة أول شي بحب بارك العشاق عفرين صعودوا لدورة الممتاز مباراة ذهب كانت عم تنتهي هدف هدف عفرين المحافظة مباراة اللي جمعت تعادل صفار للدقيقة 89 جميع أعتقدوا أن المباراة رح تنتهي بالتعادل بالدقيقة 89 اللاعب رامي كان عم يسجل هدف هدف الفوز هدف تقلو ذهب نحن من أول بالدقيقة 89 عم يسجل هدف الفوز هدف التقدم لنادي عفرين فرحة عارمة شفنا فرحة هستيرية من جمهور عفرين من اللاعبين من الإدارة من الإدارة مبروك عفرين المارد الأخضر عودتوا للدورة الممتاز هارد لاك للمحافظة المحافظة كان عم يحاول أنه يصعد لدورة الممتاز إنما عم يفشل إذا ما نشوف محصلة المباراة الأداء كان متكافئ النتيجي كانت ممكن بأي لحظة فريق من الفريقين يصعد عفرين المارد الأخضر عم يتوفق ويصعد لدورة الممتاز هارد لاك المحافظة المباراة الثانية كان عم تشمع النواعير والمجد مباراة قوية الفريقين متقاربين للمستوى المباراة الزهاب كان عم تكون بحمى عم تنتهي هدف مقابل لأشيء للنواعير مباراة الإيابية اللي صارت اليوم كانت بدمشق كان عم تنتهي هدف مقابل لأشيء للمجد يعني الفريقين تبادلوا الفوز على أرضهم النواعير بحمى كان عم تفوق بهدف مقابل لأشيء بأرضه والمجد كان عم تفوق بهدف مقابل لأشيء مباراة بمجموعة المباراة هدف مقابل هدف تعادل كان فريقين عم يحتكموا لركرات الترجيح نواعير عم تفوق على المجد 4-2 مبروك للنواعير مبروك للفهود صعودهم لدورة الممتاز المجد المصادف في هذا الموسم الثاني بحاول يصعد لدورة الممتاز إنما عم يفشل عم يوصل للمربع الدهبة أو للنص نهائي وعم يبقى بالدرجة الأولى بالتوفيق وهارد لك للمجد مبروك للنواعير عشاق النواعير فرحة عارمة شفنا فرحة هستيرية عودتهم لدورة الأضواء دورة الممتاز مبروك من القلب للفهود هارد لك للمجد محصلة المباراة نص نهائي أو تجمع المربع الدهبة فينا نقول مبروك عفرين هارد لك المحافظة مبروك النواعير هارد لك المجد حظ أوفار التوفيق للفريقين عفرين والنواعير التوفيق للفريقين من القلب بتمنى الموسم القادم يحققوا النتائج جيدة ويبقوا دورة الممتاز ما يرجع أيها بطول الدرجة الأولى من القلب بتمنى الفريقين يبقوا أهم شيء بالنسبة للفريقين استقرار الإدارة واستقرار اللعبين يشوف للأسف كتير عندي عم تخطأ أخطاء يعني منقول فريق عم يكون بالدرجة الأولى عم يسعد لدرجة الممتاز بتلاقي الإدارة أو الفريق بشكل عام أو رئيس الفريق عم يغير المدرب عم يغير الإداريين بلش يغير اللاعبين لا أنا من وجهة نظري أو أنا اللي بشوفه أنه خلص دائما الفريق هو اللي بحقق الإنجاز هو يكمله للآخر لأنه مثلا مثل نادا عفرين اللاعبين يلي حققت الإنجاز الروح كاريزما عند اللاعبين والإصرار يلي حققوا الإنجاز أنه يطلعوا دورة الممتاز نفس العزيمة ونفس الكاريزما رح يحققوا الإنجاز أنه يبقوا بالممتاز في حال نحن غيرنا المدرب أو غيرنا اللاعبين فالفريق رح يضرر ونفس الحكة بالنسبة للنوعير نفس اللاعبين الحققوا الإنجاز هذا صبر قوي إصرار دورة الممتاز حتى ما ترجع تنزل على الدرجة الأولى يحتاج نفس المقومات واللاعبين الموجودين حاليا والمدرب والإدارة هن لازم يبقوا إدارين على الفريقين أنا من وجهة نظري منشوف كثير فراء للأسف بيسعد لدورة الممتاز المدرب تغير كثير لاعبين تغيرت تلاقي الفريق يلعب دورة الممتاز بلا أي حافز لأنه اللاعب اللي عم يلعب دورة الممتاز بهذا الفريق ما نحاسس بقيمة الشيء اللي عم يلعبه أو المكان يللي وصله بعكس بس يكون فريق بالدرجة الأولى عفرين للنواعير وصلوا لدورة الممتاز لدورة الممتاز يعني بحس أنه هاي المسئولية أنا وصلت لمرحلة ما لازم أرجع نزل على الدرجة الأولى وأكتريت اللاعبين بيكونوا من أبناء النادي فأنا بتمنى من الفريقين يبقوا على الإدارة على المدربين على اللاعبين مشان الاستقرار إن شاء الله منشوف نتائج حلوة من الفريقين حيث منكم وصلنا نهاية فيديا اليوم مباريات نص نهاية الدرجة الأولى حكينا عن الفريقين اللي تأهلوا على الدرجة الممتاز بكرة إن شاء الله رح نعمل فيديو عن نهاية كأس سوريا بعد المباراة إن شاء الله فورا رح نعمل فيديو عن نهاية كأس سوريا أتمنى دائما ما تنسوا القناة من دعمكم لايك كومنت تفعيل زر جرس شاني ينصلك دائما نكون شي جديد من قناتنا بتمنى دائما نضلوا على خير رمضان كريم تحياتي